السلام عليكم ورحمة الله وبركاته How are you today? ان شاء الله تكونوا بخير النهاردة هنكمل معاكم المراجعة النهائية لجريت فور مانا كوننكت بلاس الجديد 20 22 خدنا في الدرس اللي فات يونت 7 كاملة والنهاردة بإذن الله في بارت 2 هناخد يونت 8 كاملة وان شاء الله بإذن الله استنوا الحلقة الجاية عندنا القصة خاملة يلا بنا نبدأ customs and traditions customs and traditions يعني العادات والتقاليد طيب عايز اقولكم كمان حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ في الشرح بتاعنا انا عايزكم ان شاء الله بإذن الله هساب لكم description بتاع الجروب تحت الفيديو تنضموا الجروب عشان نحدد ونزبط معاد مع بعض يكون مناسب للجميع عشان ندخل مع بعض live وzoom let's start لسن 1 life leaves celebrations feast بليجرام lantern طبعا حبايب الحلوين الشطرين جدا حافظين معظم كلمات الجدول ده خدي بالكم ان كلمات الكوننكت بتعملي support الكوننكت بلاس كويس جدا تمام؟ بتوفر علي كلمات كتير انا قريدي هكون حافظة في الكوننكت وشان كده بقولكم ان الكوننكت مهمة جدا ان احنا نذكره اول باول طبعا يلا نشوف بقى بقية الكلمات طبعا هنا بقى الافعال اهم جدول نحفظ هي تتشر هو جدول الكييييييييييييييييييييييييييييييليه موسيقى كبا تكستر get ready add sunrise play music and different colors met july spend the time طبعا spend the time بيجي بعدها verbو energy وسبندي بتيجي مع كلمة طيب معناها يقضي وقت لكن مع money معناها يسرف فلوس glass jar on the side electric candle front door make a lantern islamic festival بيجي برضو بعدها ناخد مع بعض الديفنيشن مهمة جدا عشان بتيجي في الكوالسشن متعد شوزا كوريكت عنزر يعني يا سليبريت معناها بالعربي يحتفل توسبند طايم انك تقضي وقت ويز أزرز مع الآخرون بيينج هابي انك تكون سعيد وكمان تحصل على المتعة ممتن وشاكر feeling that you want to thank someone انك تشعر انك بتشكر شخص ما prayer important words كلمات مهمة which you say تقدر تقولها to give thanks or ask for help انك انت تشكر الناس او تحصل على يعني مسعب give out to offer something معناها يوزع fairgrounds to open area انك تفتح مكان sorry an open area هو مكان مفتوح of land من الارض where people can enjoy rides بتستمتع فيه الناس بركوب العق او اللعب عموما يعني حتى الملايه ممكن اول عليها go on ride sun rise شروق الشمس when the sun comes up in the morning لما الشمس تطلع صباح sunset when the sun goes down at night لما الشمس تغرب مساء يلا بينا نشوف مع بعض شم النسيم i have celebration شم النسيم انا بحب الاحتفال بشم النسيم was my family مع اسرتي طبعا مش محتاجة اقول لكم ان موضوع شم النسيم ده من اهم المواضيع لانه اتكرر كتير او سواء في ال connect او في ال connect plus يعني دايما لما لكم بيتكلم عن festival اول موضوع هو موضوع شم النسيم يبقى انا كده قدامي اختيارين اختيار unit 7 واختيار unit 8 لو قابلي writing our paragraph اوكي طيب تاني the festival is for the start of spring بيكون في بداية الربيع and it's very old اديم جدا the ancient Egyptians القدماء المصريين also celebrated احتفلوا بي as a festival of creation as a festival of creation and new life and new life ويحتفلوا بي الحياء الجديدة شم النسيم is always on the same day بيكون في نفس اليوم as kobic ester مع عيد الفصح عيد الفصح طبعا دوت بتاع اخواتنا المصحيين on my day يوم الاثنين because it is the start of spring لأنه بداية الربيع the weather at shem النسيم اللو قاو أو تقصف shem النسيم is usually sunny and warm دايمن بيكون مشمس وكمان دافئ I always wake up at sunrise بصحف شوق الشمس go with their family sorry I always wake up at sunrise بصحف شوق الشمس to get radiation aside lots of people معظم الناس go with their family بينوح ومع أسرهم to meet friends ويقبلوا أصحابهم in parks في الحضائق gardens الجنين and or peaches أو الشواط we eat lots of nice food بناكل أطعامة كتير حلوة and play music ونازف عن الموسيقى and the games والعلاعب sometimes في بعض الأوقات أو أحينا they are fair grounds with rides بيكون في كمان ملايه كتير for children للأطفال they are a lot of fun بتكون حاجة ممتعة جدا before the day of the festival قبل يوم شام النسيم قبل يوم الاحتفال we spend time preparing lots of different traditional food بنوعد نحضر للطعام التقليدي في يوم often until the sun sets بعد شوق الشمس we also boil eggs بنغلي البيض then paint and decorate them ونزينه in different colors بألوان مختلفة to make them look beautiful عشان نخليه جميل عيد الأطحى خلصنا بقى من جام النسيم ندخل في عيد الأطحى عيد الأطحى usually lasts for four days في الغالب بيستمر ثلاثة أيام أربع أيام sorry and it is a very important Islamic festival طبعا ده مهرجون إسلامي مهم جدا it celebrates بيحتفلوا بي at the time when Ibrahim listened to God in a dream لما سيدنا إبراهيم عليه السلام سماع ربنا في حلم قاد عيد الأطحى many people scare face a ship الناس كثيرة بتضحي بخروف and eat some of its meat ولازم يأكلوا الجزء من لحمته in a traditional dish في طبع مشهور تقليدي called fattah اسمه fattah we give our meat to our family بندي أو بنوزع لحمة على الأسرة and the friends will ask the call during كعيد الأطحى أثناء عيد الأطحى we go to the mosque for prayers بنروح للمسجد للصلاة كمصليين and we are grateful for all the good things in our lives وبنكون مبسوطين جدا من كل الحاجات الحلوة في حياتنا we wear our best to close بنلبس هدومنا أحسن هدوم عندنا for the celebration للاحتفال and we visit our family and we visit بنزور family our family أصارنا and the friends وأصحابنا we have we have a feast together وكمان بنعمل عزومة وعبار عيد الأطحى is during the months بيكون في الشهر of the حجة شهر الحج when Muslims go on to the حج belgrammage أثناء أداء فريدة الحج طبعا أهم حاجة لما أتكلم عن فيستفال عموما يبقى أنا لازم أكتب إيه لازم أكتب معاه وإمتى أوكي تعالي طبعا ديشوية exercise على السريع يارد نحن لون فرحة تتشرق مني جدا listen to الدرس الثاني grand and marriage types وصفات الجدة طبعا أنا بيخد معكم بيجو بيجو بصفحة صفحة علشان بعد ما حضرتك أو حضرتك تخلصي الفيديو مش هتكوني محتاجة لأي حاجة تاني هتكوني لم تيكل كل اللي هيكون عليكم أنتو تكتهدوا وتحفظوا كلمات remember اللي هي most important vocabulary in the unit أهم الكلمات في اليونت وبعدين نبدأ نحل على اليونت كامل طب يا تتشر قابلتني أسئلة أنا مش عارفها مالو نرجع تاني للدرس ونقرها تاني مرة كمان ونحلها هي دي أسرع طريقة أقدر أقولكم تلموا المنهج بتاعنا بتاع الconnect plus في اليومين دون كمان أما بقى لو خدنا بيج بيج قعدنا نحفظ الكلمات وقعدنا نقرأ الريدنج وقعدنا كل ده وقت كتير جدا يبقى هنجمع يونت ويونت الدنيا هطوع مننا تمام فأنا مش حابة كده أنا حابة يكونوا الاتنين أكوة زي ما تسويين نحن إن شاء الله نجيبي full mark تمام وإن شاء الله بإذن الله قبل الامتحان هملكم live نرجع في الأهم الـ الـ أهم الأسئلة بتاعت اللي جات في المواضيع الخاصة في يونت اللي نزلة في الامتحان طيب يلا بينا نشوف إيه هي وصفات الجد dishes الأكلات full madames سيادية فتة حواشي olive oil herpes beans garlic spices vinaigure pastry crock-a-pook recipe meals difficult tomato sauce tomb paintings lamb beef carefully well easily delicious chili show short digest digest press paste bake picked described 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 try tried make made seat sat make a meal her own her own she recipes made with grandmas cook book كتاب الطبخ الجد i was visiting her grandmas i was visiting her grandmas grandmas was making a meal كانت قاعدة بتعمل وكب and i was sitting in the kitchen قاعدت في المطبخ looking carefully وهي مركزة جدا وحريصة على انها تشوف الجددها بتعمل ايه add grandmas book في كتابك جدا grandmas cooked very well بتطبخ كويس قوي and share the own cookbook وعندها كتاب الخاص الطبخ الخاص بيها add describe the different meals بيقدم وصفات مختلفة كتير and add packages of delicious food وكمان في صور للأكلات اللذيذة wow grandmas you have lots of different meals in your book عندك وصفات كتيرة أو واجبات كتيرة في كتابك يا سيدو say grandma i often share recipes with family and friends أنا كمان بقى شارك الوصفات ضيط مع عائلتي وأصدقائي in other parts of Egypt من أجزاء تانية من مصر i like to try new things بحب أجرب الحاجات الجديدة this looked delicious دي حاجة تبدو لذيذة وشهية جدا can you make all of this تقدر تأعمليهم كلهم yes i can طبعا أقدر and i can easily show you وممكن أعلمك بسهولة too كمان what would you like to make تحب تأعملي ايه that's difficult صعب قوي تدرنا نخطوه there are so many recipes في وصفات كتيرة to choose from أخطار منها full meat damas the dish uses pins هو طبق بيستخدم الفول cooked المطبوخ with lemon juice مع عصير lemon garlic خل onion بصل cherry في الفي الحراء and the herbiz وبهرات it never has any meat in it ما فيش فيه اي لحمة we always eat it with bread وبنكله بالعيش fatta fatta has lard of rice هي طبقات من الرز and the bread والعيش with tomato sauce مع صلصة الطماطع venture and meat ولحمة it takes a long time بياخد وقت طويل to digest للهضم so we don't eat it very often عشان كده مش بنكله دايما هو 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 كمان شاه جدا it is made with bread and beef or lamb بتعمل من البيف من لحم البيف او اللام الخرفين سوالنا the meat is cooked with onion اللحمة بتطبخ مع هالونيوم with herbs and spices and spices with بوهرات the bread is braised together around the meat and the cooked بنحط اللحمة جوا العيش ونطيهم we sometimes eat it with salad ودايما بنكله مع السلطة سيادية people who live near the coast الناس اللي عيش بجانب الساحل often make سيادية دايما بتعمل السيادية we use fish بنستخدم السمك which is baked in the oven المطه في الفون with olive oil بزيت زتون onion بصل tomatoes tomatum herbs بوهرات and spices it is delicious بتكون لذيذ جدا برد العيش did you know هل تعلم was important in ancient Egypt كان مهم جدا في مصر القديمة they are painting in the tomb رسمو نعيش على المقابر of thai in sakara في sakara which show how people made it وعلمونا ازاي نعمل نيجي بقى بعد كده الجزء الجرامر المهمة جدا اللي جيدة هو طبعا just remember تذكروا ولكن هو برضو very important او بمعنى صح احنا كتيتشور انجلش في المنجي الجديد بندور على الجرامر يعني ما بنصدق نلاقي جرامر طيب adverb is of frequency او ظروف التكرار هي عبارة عن كلمات اولا هي كيوورد كلمات دلة على present symbol مضارع بسيط كمان هي بتدل على عدد مرات تكرار الverb بتدل على ايه always at all times كل الاوعات usually عادة most often often many times اوعات كتيرة sometimes احيانا now and then never at no time ما عنديش وقت خالص بالترتيب كده always usually often sometimes never مش مهمة كل الكلام دوت على قد ما مهمة حاجة تانية بقى هي تيتشور الاهم من تقوله انك تتعلم ازاي اني انا استخدمها اول الفريقوانسي الاتفرب دي ما كانها فين في الجملة اول حاجة it comes ما كانها فين في الجملة يا ترى اولا it comes before verb to be sorry after verb to be تيجي بعد verb to be يبقى لو فعل الجملة am او is او are فانا هقول الالوز او اليو جوال او sometimes اي واحدة فيهم بعد الام والis والار ولكن هم يجوا قبل اي البرب تاني تمام as example we always eat how she was bread for all me damas never have any meat in it we sometimes eat how she was salad تمام اي ادورب بيجي فين بيجي after the verb بعد اي verb ما عدا verb to be verb to be دمين بيستخدم forward for description للوصف تمام يعني اي verb اما ازا قار تيجي بعدهم adjective صف لكن اي verb تاني يجي بعدهم اي ادورب يلا بينا بقى نبدأ مع بعض lesson story وهو عن language تي شير طبعا بيكلم عن traditional clothes او المنابس التقليدي تي شير باتون لانين جوالري جوالري سليف هزم سندل غالبية تي شير كفتان درس شير وار كول لاوز ويك انت ايد الفاتر ستريب ديفرانت زي سيم ليزر فيجيتاريان دارك كالرد كلوز تبتعنشوف الديفنيشن كده سندل يعني سندل سندل نوع من انواع احزين دايما بيكون معمول من الجلد جوالري جوالري مقوارات is a type of نومنت هي نوع من انواع الزينا it's usually made of gold في الغالب بتتعمل من ادها كفتان is a type of long belted tonic يعني عبارة عن ايه عبارة عن قماشة طويلة جدا زي الحزام كده بتتلبس ولكن على الكتف زي الجلابية الجلابي is a type of closest نوع من انواع ال نوع من انواع الهدوم الملابس line in caps you cool اللي نوع دي مادة خام اللي نوع تخليك دايما يعني منتعش كده cool مش حرور many ancient Egyptians wore sandals made of laser معظم المصريين القدماء لابسوا الصنادل المصنوعة من الجلد the ancient Egyptians القدماء المصريين wear white clothes لابسوا ملابس بيض this is Hannah today she is wearing a blue dress النهارده هي لبسة to stand as she usually wears a t-shirt دايما بتلبس t-shirt and skirt but today ولكن النهارده is a special day هو يوم مميز she is celebrating عيد الفتر with her family هي بتحتفل بعيد الفتر مع أسرتها this is Adam with an Adam today he is helping his mom his mom make full midamist they often eat meat but today they are making a vegetarian design يعني ده آدم النهارده هو بيساعد ممتو دايما بيعمل بتعمل full midamist طبعا هم دايما بيأكلوا مع بعض اللحمة ولكن النهارده بيعملوا طبق يخذ الوقت نادية لفزا النكتر نادية عيشة في الأسر with her family مع أسرتها today النهارده she is celebrating جاعد الفتر هي بتحتفل بعيد الفتر with her family مع أسرتها she is wearing her best dress لابتها أحسن في السنة عندها and new shoes وكمان جزمة جديدة she usually goes to school دايما بتروح المدرسة on Sarah's day but ولكن today is a holiday النهارده أجازة زوال family كل الأسرة is together مع بعض grandma grandpa and sitting are sitting in the living room يعني جده وتيتا عايش قاعدين في قوضة المعيش نادية برازر أخت نادية أخو نادية خالد is giving his grandparents إدل جده جدته some special cakes نوع من أنواع الكيك الخاصة نادية is carrying a plate مسكة طبقة of cookies من الكوكز mom often الأم دايما makes this cookies بتعمل الكوكز ديت المعيش نادية قاعدين عيد الفطر they are خالد the favorite ودي المفضلة عند خالد mom and dad أم وأبو always give نادية عند خالد presents بيد بيدوم هداية عيد الفطر is نادية favorite festival أحسن مناسبة عند نادية now our time for grammar ودي الوقت معادنا مع grammar طبعا the present simple teens أو زمن المدورة البسيط أخذناه كل سنة أخذناه أولى وتانية وتالتة وديناه ربعه طبعا present simple very important thing ده grammar سهل جدا it talks about what when i talk about factors لما كن بتكلم عن حقيقة or habits أو عادات أي حاجة سبتة باستخدم فيها present simple أو المدورة البسيطة طبعا السنتنز بتاعتنا الجملة بتتكون من subject بعد على الverb في infinitive أو الverb plus is طبعا إذا كان subject i أو you أو we أو they أو أي اسم فالverb بيجي في infinitive أما لو كن هي أو شي أو ات فالverb بيجي بلاس s is i is إذا كان الverb نهايت ch أو sh أو o أو s فأنا بستخدم is وإذا كان الverb نهايت لدي رواي حرف y فأنا I وضرو y and add is من أفن wear ذا جلبية سارة wears a skirt every day طيب لو أنا بقى بتكلم عن negative sentence i والyou والwe وإزاي وأي plural noun راح يبدأ بdon't هيجي بعد don't وال infinitive أما إذا كان he أو شي أو it فبييجي بعد doesn't وال infinitive طبعا الفريقوانزي أدرب اللي احنا قلنا عليها من شوية دي كمان كلمات تدل على present symbol أو كلمات بتقول إن إحنا هنا في present symbol وطبعا الفرب معيها هيجي في infinitive أو plus s أو كي طيب تعالوا بقى نشوف لو أنا هعمل question زي ما عمل negative don't وال doesn't أنا كمان هعمل question بdo أو does do أو does وبعدهم subject وبعدهم الفرب في infinitive do يجي بعدها i we they u أو أي اسم جامة does يجي معها اله والش وال at أو أي singular noun أي اسم مفرد بيجي بعدها الفرب في infinitive طبعا لازم نفهم حاجة مهمة جدا إن في وجود do و does لازم الفرب يجي لي في في infinitive طيب تعالوا نشوف example do usually wear sandals طبعا طالما السؤال بدأ بdo أو does هنا الإجابة هتكون yes or no yes I do or no I don't طيب لو السؤال بdoes does he wear clothes closes yes he does or no he doesn't ده بالنسبة للسؤال اللي بيبدأ بالdo و does أو yes or no question طب لو أنا بيتكلم عن question و is wh question word يعني بيبدأ بعدها تستفهم عادية هتبقى question word بعدها do أو does بعدها subject بعدها الفرب في infinitive تمام as example what do you wear to do sports I wear a t-shirt and shorts هل بست shirt و short شايفين هنا الفرب بيجي عامل ازاي wear في infinitive ليه لأن أنا عندي do في السؤال هنا أنا مش بكت بدو في الإجابة ولكن لو السؤال في do الفرب بيجي في infinitive لأس سؤال في ض الفرب بيجي بلاس s تمام الkey words always never often usually sometimes every period of the time as example I always go to school early another example he has never late for school دي لأ أول ترك عليها من شوية اللو هي لما يكون أي verb عادي always will usually sometimes they go ablo زي أول جملة لكن تاني جملة بصوا كده he has never هنا is got ablo never ليه لما بيكون السؤال في الجملة بيكون am is or are لما تكون الجملة sorry الفعل فيها am is or are فهنا الverb بيجي فين بيجي am is or are وبعدين الفريقوانس يعطي الverb بعد كده بيدينا مقارنة between ما بين استخدام present symbol وال present continuous present symbol it expresses something that it's true بتكلم عن حاجة حقيقية or that usually happens أو تحصل باستمرار أما present continue زي 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 بتعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي طبعا شويت أسئلة اللي تنحل لوني بعت لتت شر من حاو بيت كم طيق نشوف lesson 4 welcome to ايجيبت أهلا بك في مصر the abu simple نهر النير the pyramids الأهرمات luxor temple معبد الأسر the red sea البحر الأحم كل ديفين في ايجيبت sites traditions vegetable stew stuffed vegetables desserts place balassery salted fish or friendly guest host generous amazing fantastic brochure invite invite enjoy enjoy serve serve camp camp bake baked eat add meat met come sing sing bring brought famous for it's a good idea to serve it with give information for a typical mean learn about add surprise add sunrise write down ask phone of the country you can see amazing sites في حاجات كثيرة أو نظر نشاهدها delicious food نأكل أطعامة جميلة نزيزة and to meet friendly people ونقابل ناس ودودين visitors to their home to their home إلى بيتهم if you are invited to an Egyptian to an Egyptian families home لو أنت تأم دعوتك من عيلا من أسرة مصرية it's a good idea to bring a present for example على سبيل المثال أي أهم حاجة الهدية chocolate الشوكولاتة or sweets أو الحلويات however ومع ذلك المعظيف اللي هو صاحب البيت يعني لاي الأملة ما يفتح ما بيحبش يفتح الهدية at the time when they get it لما تيك a traditional Egyptian المصري التقليدي meal الوكبر المصري التقليدي is served with people بتتعامل وسطة الناس sitting together بيعودوا جميع بعض around a table في تربيزة a typical meal الوكبر a typical اللي هي الشائعة أو المشهورة had rice rose a kind of vegetable stew نوع من أنواع الخضور سب شربة stuffed vegetables and meat or chicken ويمفراخ أو لحل Egyptians المصريين are very generous وكارمين جدا and are very happy وبيبست قوي when you ask for more food لما تطلب منهم أكل زياد this means وده معنى you enjoy their delicious which is meal انك هتستمتع جدا بأكلاتهم اللذيذة some Egyptian بعض المصريين festivals بعض المهرجانات المصرية have traditional food فيها أكلات تقليدية two كمان اتعيد الفطر فيها الفطر مثلا people bake special cookies بيعملوا cookies مشهورة called kahak اسمها kahak with sugar on the top عليها سكر على الوش الشام النصيم في شام النصيم people eat dried salted fish بيأكلوا سمك مملح cold في سيخ اسمه في سيخ في وزد إيجبت لو زرت مصر أديستاين في هذه الأوقات you should try this fish لازم تجرب هذه الأكلات the abo simple sun festival مهرجون abo simple أو الشمس اللي بتتعمد على معبد abo simple near aswan بالقرب من aswan you can see the temples of abo simple تقدر تشوف معابد abo simple outside the temples خارج المعابد there are some very big statues في تمثيل كبيرة of second rameses the rameses and his wife never tary ومراته never tary twice a year منذ عاما people celebrate الناس احتفل the abo simple sun festival there on february on 22 and 22 february في 22 من شهر february and and october 22 و22 من october on these days في هذه الأيام light from the sun الشاعة الشمس a sunrise shines all the way في الطريق inside the main temple في المعبد الرئيسي to the rooms يعني تتعامد في المعبد الرئيسي to the rooms في الأود inside there are four statues في أربع تمثيل inside the temple this is of rameses ra amun and putah ثلاثة مسيل تمثيل رمس تمثيل رمس ورع وامون and putah the sun light do الشمس shines on all of them except putah يعني بيشوفوا شون كلهم ماذا putah he is always in the dark دايما بيكون في الظلم people celebrate احتفلوا the abosimblesam festival الى احتفال الشمس by getting up early to see light عشان يشوفوا النور inside the temple داخل المعبد at sunrise في شروق الشمس then people eat انستأكل drink تشرب and sing to celebrate this special day وتغني علشان تحتفل بهذا اليوم الخاص دي شوية اكترسيز عصرية يلا بينا بينا نشوف lesson 5 and 6 فبوز and فلور كلور and the project تانشوف الفل كلور ايهو servant شب برق special successful sailor servant frightened king journey island waves snake star strong giant bright patient imaginary gold terrible exciting conflict luck luck smile smile travel travel solve solve return return it laugh love need needed ask ask prepare prepared tell told come came fulfill bring brought become became hear heard send sent leave left begin began say said speak spoke go went sink sink travel with frightened about speak to look for return to leave leave for decide to fall down get home try your best lesson to went on a journey fell into get to be patient on the island worried about go home solve a problem leave with the tale of the shepherd the sailor يعني قصة أو رواية حطام sailor البحار صاحب السفينة المحطة long ago منذ زمن بعيد the king asked an important man to leave Egypt to see master for a special job in وظيفة خاصة the man traveled with many other sailors but he wasn't successful but he didn't manage when he returned when he was frightened about what the king would say I say his servant spoke to him you must tell the king that you tried your best listen to my story I don't want to say that I wasn't successful I wasn't successful I was a sailor too I went on a journey for the king with the best sailors in the sea in the sea and swam to an island and swam to an island I was alone and frightened and I looked for food and the island had food and water and everything I needed to كل ما I had it another storm began and began I saw a giant snake I built تعب ضخم in the waves in the waves in the waves his body was gold and his eyes were bright blue and his eyes were bright blue I fell down and I went as he spoke when I started talking how did you get to this island and I couldn't speak and he took me to the palace where he lived he asked he asked me again how I got to the island so I told him about the ship wreck island don't be frightened you will stay on the island for four months and you will be safe and then people find you and take your home be patient and you will return to your family when you will return to your family then the snake told me what happened to him long ago I lived on the island with my children and brothers with my friends with my a star full with a writing a terrible fire I was the only one to live but I stayed strong and patient and the thing is when the thing becomes better it has said thank you I said when I get home I will send you many presents I have I have I have I don't need your presents I have everything I need I was on the island I was on the island for four months for four months then a sheep came and got just as the snake said them the snake gave me special presents to take home to take home to take home tell people in your city about me tell people in your city about me he said I returned to my family get to the give present to the king and he was please do you can me so listen to my story I was a terrible place but now I am safe but now I am in the the man hear the story and the smile and I don't know I don't know know but I know okay the folklore and the folklore folklore are types of stories أنواع من القصص that are passed down from one group of people المجموعة من الناس to another group of people المجموعة تانية زي تيتشأس بيعلمونا أليسون درس or moral أو مغزم and are often about animals عن الحيوانات النباتات or things or الأشياء that happen in nature اللي بتحصل في الطبيعة there are many stories في قصص كتيرة from ancient Egypt لمصر القديمة طيب هنا ببيعلمنا لما نجي نكتب story في حاجات معينة لازم نكون عارفنا ايه هي أول حاجة characters الشخصيات لازم أحدد الشخصيات الفرقص setting المكان لازم أحكي المكان والوقت upload حب كدرومية حب كدرومية يعني مغزس يعني لازم يكون فيه سبب يعني conflict الصراع بترتيب كده بعدين resolution الحل أو القرار وبكده أقدر أقول لكم مبروك عليكم يونيت ايه تاجينا طبعا دي البيجي بتاعت ريفيو اللي أنا بقول لكم عليها إن إحنا نراجع الكلمات اللي فيها كويس نحفظها لو مكناش حافظين جزء منها وبعد ده هنبدأ نحل عن اليونيت مباشرة بعد الفيديو ده أتمنى إن شاء الله إن نصح اللي عندناها ديت مع بعض تكون مفيدة لديكم جميعا أتمنى إن شاء الله إن تطلع ما يطلعش من المتحان وأستنوني مع مراجعة جامدة جدا جدا ليلة المتحان شكرا لكم و شكرا لكم و شكرا لكم و شكرا لكم